على الداخل العراقي أنا كان أكو حديث هذا واقعي أستاذ الانتفاض عن مثلاً مجموعة أهداف خلتها مثلاً حليفة أمريكا في المنطقة بالداخل العراقي أهداف محتملة مثلاً لمواقع عراقية قد تستهدف قبل قليل اتحدثت بمعنى مقار شخصيات لو أيضاً منشآتهم إلى ذلك إذا ما صار شيء على العراق كل ذلك أيضاً مثل ما يقولوا بالانجليزي كل ذلك زيان كل ذلك لأنه لا يسلم أحد من هذه الحرب بعد مقتل حسن نصر الله منه أكبر من حسن نصر الله من عدهم أكبر أحد بهم ما يوصل عشرة ممئة منه المرشد فقط هو بس المرشد عدد المرشد أكرم الكعبي قيس الخزعلي أصلاً لا شيء وتقدر إسرائيل تقتلهم في أي لحظة أنا أقول لك إياها و مخترقين طول العرب مخترقين طبعاً طبعاً فعلياً وردت معرفة حديث إشاعات تقارير تحدثت تقول إلى أنه يوجد حتى قائمة أسماء قائمة أسماء بشخصيات بعضها سياسية بعضها ما إلى ذلك تعمل على الطرفين الجانب السياسي و الجانب الفصائلي هذه واقعية له باسمه جرة حرب نفسية بالنسبة للداخل العراقي أنا أتحدث حرب نفسية و مرح أحد يقدر يعرف ماذا ستفعل إسرائيل لخطوة القادمة عندهم سرية تامة و عندهم سيطرة كاملة على معلوماتهم في الداخل ممثل إيران و هم أصبحوا الآن من الشدة من الحماس بسبب نجاحهم في قتل نصر الله ما يقولون حتى الأمريكان يقولون الأمريكان بعد قرب التنفيذ بالمقابلة الآن المحور اليوم يشوف نفسه إلى أنه في خانة المنتصر إلى أنه قدر أن يوصل عدد من الصواريخ بالنسبة للكياه و شنو النتيجة ضعفة إسرائيل ولو أنا قدرت أن أخترق أنت تتحارب عدو تضرب مئة صاروخ الهدف مالتك تدمر مئة دبابة أو خمسين دبابة إذا ما تدمر ولا دبابة هيتشال مئة صاروخ بالهواء